أستاذ محمد يعني أكيد عايز أتكلم مع حضرتك في حاجات كتير ولكن خليني أبتدي معيك يعني تقريباً فاضل 16 يوم 20 أكتوبر أنتم سافرين هتشاركوا في بطولة العالم في تركيا أكلمني عن استعدادات منتخبنا وآخر رتوش الأخيرة ومين مشارك ومشاركين في يعني كم ولد وكم بنت وأخبار مشاركتنا إيه في بطولة العالم طبعاً عندنا بطولة عالم للنشئين والشباب وتحت 21 سنة وبطولة العالم نشئين والشباب وتحت 21 بتقام كل سنتين تبقى سنة للنشئين والشباب والسنة اللي بعدها للكبار فيمكن بأن سنة بنستعد للبطولة وخصوصاً أن نحن آخر بطولة عالم نشئين والشباب وتحت 21 كتفيتشي لـ 2019 خدنا فيها مركز أول على مستوى العالم فطبعاً المراتي عايزين برضو نحافظ على الصدارة بالنسبة لمرحلة العمرية ديان فبدلنا بأن سنة معسكرين عملي معسكر واشتركنا باللعبة في أعداد غير المعسكر الداخلي في أعداد خارجي في بطولة شمال أفريقيا في بطولة سيرياس إيب الكبار في بطولات الدور العالمي للنشئين والشباب في قبرس وكرواتي قبل كده عشان برضو ولادنا يحتكوا فالحمد لله رب العالمين كان هما دلوقتي في استعداد لبطولة العالم وفي معسكر مغلق لهم داخل المركز الأولمبي بإذن الله مشتركين في جميع الأوزان الموجودة بعدد 20 ولد والحمد لله رب العالمين 20 ولد و16 بنت دي البنين وبنات كاتا وكومتي بإذن الله تعالى ربنا يسهل ونكون في المربع الزهبي عشان نسبة للعالم إن احنا بردو قد استدارة اللي احنا فيها يعني كوموا انتخبنا 36 لعب 36 لعب والعب بالخلاف الجهاز الفني والحكام والإداريين والمداردين بعثة كبيرة ماشاء الله بعثة كبيرة حوالي حاجة وستين فرض بإذن الله تعالى انتوا بتبحثوا عن تأكيد استدارة بالزبط كده وخصوصا نحن كنا بطولة عالم الكبار كانت في دبي في شهر 11 خدنا ترتيب عام التاني على مستوى العالم بالنسبة للأسوياء بعد مداليا من اليابان وبعد كده بالنسبة للإحتاجات الخاصة خدنا مركز أول عالم فاحنا الحمد لله بالنسبة للكبار والناشئين والشباب في الصدارة الحمد لله ويمكن فيه طفرة كبيرة في الرياضة المصرية في آخر أربع سنوات بسبب اهتمام الدولة وفهمة الرئيس السقبال اللي يعبين وتكريمهم وإعطاء مصام الرياضة من التمق الأولى والتانية والتالتة وكذلك مع الوزير الشباب وهذا هو بفعلا الشباب بمعنى شباب بتواجد في كل خطوة تخص الرياضة يمكن دليل على الطفرة اللي موجودة في الرياضة مستوى الرياضة عامة وليس الكاراتية احنا في الكاراتية كان له نصيب هذا العام في إقامة أربع بطولات دولية داخل جمهورية مصر العربية في القاهرة فبطولة دوري العالمي برامالليك وده أعلى دوري عالمي الموجود على مستوى العالم والدوري العالمي اللي هو سيرياس إيه أيضا عملنا بطولة إفريقيا عملنا بطولة عربية على أرض مصر يعني أربع بطولات دولية في عام واحد لم تحدث في تاريخ الكاراتية أبل ذلك فده دليل على أن فيه نهضة فعلا الرياضة واهتمام بالرياضة طيب حلو خليني أقف عند النقطة دي وسأل حضرتك انطباع الوفود إيه يعني عن البطولة عن التنظيم انطباع كمان الاتحاد الدولي الاتحاد العربي الانطباع كان إيه عن تنظيم مصر للبطولات دي وأول ما نظمنا بطولة البرامة اللي كهت في شهر 9 عام الماضي بعد طبعا كورونا والكلام ده جبنا رئيس الاتحاد الدولي ومجلس دار الاتحاد الدولي بالكامل وخلاف الخبراء الموجودين على مستوى العالم اشترك فيها 50 دولة رئيس الاتحاد الدولي أشاد في مصر وأشاد لما راح مؤتمر أيضا في دبي إن أول مرة يلاقي تنظيم بطولة على أعلى مستوى أعلى من 30 بطولة عالم عملها طوال حياته بالنسبة للكاراتية أشاد بفعلا بالتنظيم لأن طبعا كالتوجهات الدولة ما كان معالي وزير الشباب رد جدام يقولون أن يتعمل حاجة أعملها تليق بمصر فأنا عملنا تجهزات على أعلى مستوى صممنا الملاعب زي ما الاتحاد الدولي بعيدها بالضبط ويمكن عملنا فيها مجود فوق الخيال ديناها الناس أصلا متخصصين في هذا الموضوع عشان يطلعون على الأحسن فأشاد بقيمة مصر ومكانتها وبنجاح البطولة تنظيميا وأعلى حاجة من الصلاة والقامة والفنادق والكلام ده وعدها بعد كده ببطولة سيرياس إيه اللي هي أقيمت في شهر ستة الماضي برضه على أرض مصر وحضر وبطولة أفريقيا حضرها فطبعا منبهر بالتنظيم الموجود وعدنا بإحنا في الأجندة الدولية هيحط بطولة سنوية داخل مصر بتنسبة لتحدي دولي لكنت لسه أقولك أن ده هيصب بعد كده في استضافة مصر للأحداث يعني ده بيبقى سابوتي ليها بالضبط أول بطولة في أجندة الاتحاد الدولي في الأجندة الثلاثة وعشرين في يناير يوم ستة وعشرين يناير في بطولة الدور العالمي اللي هو أعلى دور ده اللي هو دور علام براما الليك فعلى أرض مصر برضه إن شاء الله في ستة وعشرين يعني وعدنا وزير رئيس الاتحاد الدولي ووضحها في الأجندة الدولية إن مصر مستضيفة أول دور عالمي في أجندة الثلاثة وعشرين فهذا برضه حاجة تحسب لمصر فعلا وبإذن الله العام البعد القادم في بطولة العالم في مصر ما جاتش مصر من عام 88 فده برضو حدث كبير جدا لمصر يعني زي ما قول حضرتك كده ان اهتمام الدولة ساعد على وجود طفرة كبيرة بالنسبة للرياضة المصرية بدليل نحن النهاردة في مصر معظم بطاعة العالم أصبحت تقام في مصر بالنسبة لعظم العالم الرياضية فده برضو نقلة كبيرة ده دليل على اهتمام فعلا بالرياضة